أنتقل بكم إلى المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا سأضرب لكم أمثلة من فتاوى مراجعكم الذين تقلدونهم لن أذهب إلى القدمة وإنما سأحدثكم عن الخوء الذي هو أساس المرجعية المعاصرة ولازال مقلد الخوء يقلدونه وبالمناسبة كثيرون من مقلدي السستاني لا يقلدون السستاني يقلدون الخوء عمليا لكنهم يقلدون السستاني في مسألة البقاء على تقليد الخوء لأنه لا يوجد بين الخوئيين من يعتقد أن السستاني أعلم من الخوء فكل مقلدي الخوءي الذين كانوا يعتقدون بأعلميته بحسب هراء الحوزة الطوسية بقوا على تقليده لأنه هو الأعلم لكن البقاء على تقليده تم بتقليد السستاني في البقاء على تقليد الخوءي نبدأ من الخوءي هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وثلاثين هجري قمري دار الصديقة الشهيدة قموا المقدسة هذا هو الجزء الثاني صفحة 342 رقم السؤال 722 هذه الأسئلة وجهت إلى الخوءي والكثير منها في آخر أيام حياته وأجاب عليها سؤال 722 صفحة 342 من الجزء الثاني من صراط النجاة وتوجد طبعة بعد هذه الطبعة فيها جزء ثالث المسألة ذكرت في الجزء الثالث برقم 784 والمسألة بعينها موجودة في الموقع الألكتروني الرسمي لمؤسسة الإمام الخوءي على الشبكة العنكبوتية على أي حال أنا أقرأ من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها ماذا جاء في السؤال هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح أيه لعب هذا رجل يلعب بعورة رجل آخر مع فرض عدم إثارة الشهوة واحد ما يحطها ببخته مع هذا الفرض واحد يحشيها عدلة واحد يلعب بغراب الثاني ووحدة تلعب بغراب الثانية بس لا الله نحشيها عدل مع فرض عدم إثارة الشهوة آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي كذا أجاب لا يحرموا في الفرض بحسب المفروض في السؤال والله العالم والله مدللتكم المرجعية اشتردهم بعد واحدهم يلعب بغراب الثاني ووحدة تلعب بغراب الثانية وتونسوا وانسى لمجرد اللعب والمزاح بهذا الشرط مع فرضي قطعاً مع هذا الفرض مع فرضي عدم إثارة الشهوة وعود إحنا نقبض من دباش هو هذا دين العترة هذا دين العترة أم هذا دين العباسيين اللوطيين والسحاقيين العباسيون رجالهم لوطيون ونساؤهم سحاقيات كقوم لوط أقرأ السؤال مرة أخرى على حضراتكم أنتم أنتم الذين تقدسون المرجعية التي هي صمام الأمان سهد الصمام بيام وكان موجوداً ما عدريان قلونا وين موجود هذا فوق جوه هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح قضية بريئة هناك براءة في الموضوع لماذا يا أخي تعقد الموضوع القضية كلها لعب ومزاح واحد يلعب بحواج الثاني شكوا بيه ووحدهم تلعب بغراضة ثانية شكوا بيه ما بيجي لماذا هذا التعقيد يسر يسر يا أخي يسر الأمر الدين يسير النبي صلى الله عليه وآله يقول اليسير ما يسرتموه على أنفسكم والعسير ما عسرتموه على أنفسكم إن مع العسر يسر يا أخي يسر يسر في الدين ولعب بغراض صاحبك وانت هم لعب بغراض صاحبتك ما بيشي هذا لمجرد اللعب والمزاح هذا هو دين العترة نحن نتحدث بأحاديث أهل البيت تستهزئون بنا ولد المديس ولد القنادر نتحدث بزياراتهم وأدعيتهم أولاد الكلب تستهزئون بنا وأنتم تصدرون هذه الفتاوى فتاوى مع السرسرية هذه فتاوى مع الهتلية السستاني إن لم يكن قد كتب مثل هذه الفتوى فهو قد أقر مقلدي الخوعي على تقليدهم وأن يعملوا بهذه الفتاوى فهذا إفتاء بأن هذه الفتوى جزء من الدين من قبل السستاني ما هذا هو الذي حدث على أرض الواقع مقلد الخوعي بقوا على تقليد الخوعي بإجازة من بإجازة من السستاني يعني أن السستاني يقول هذه الفتاوى جزء من دينكم فاعملوا بها لو لم يكن كذلك لماذا لم يستثني هذه الفتوى وبالمناسبة الباقون كذلك هذه الفتوى لم تصدر من الخوعي خلافا للمنهج الاستنباطي الطوسي هذه الفتوى لها جذورها الطوسية في منهج الاستنباطي في حوزة النجف وكربلاء في حوزة الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية هذا هو الواقع وأنا أتحدث في بث مباشر وهم يسمعونني لن يستطيعوا أن يردوا على كلامي لأن الذي أقوله حقائق هذه فتوى الخوعي والسستاني أقرها والباقون على نفس هذا المنهج والخوعي لم يفتي بهذه الفتوى خلافا للمنهج الاستنباطي الذي عليه كل مراجع النجف وكربلاء وكذلك مراجع قوم هذا هو المنهج نفسه فحتى الذين لم يسألوا هذا السؤال ولم يجيبوا هذا الجواب لو سؤلوا فإنهم سيجيبون بهذا الجواب إلا إذا وجدوا فيه حرجا من قبل الناس عليهم لكن إذا ترك الأمر إليهم فإنهم يجيبون بمثل هذا الجواب لأن المنهج الاستنباطي هو الذي يخرج هذه النتيجة وبإمكانكم أن تتأكدوا من صحة كلامي من الذين يمتلكون خبرة في هذا المجال على أي حال نحن والخوئ سؤال يطرح نفسه هنا من الذي سأل هذا السؤال عوام الشيعة لا يسألون هذا السؤال لأنهم لا يفكرون بهذا الأمر عوام الشيعة من متديني الشيعة لا يقومون بهذا الأمر ولا يفكرون به حتى يسأل المرجع غير المتدينين لا يسألون هذه الأسئلة عوام الشيعة إما أن يكونوا متدينين أنا أخسم بالله وفي شهر رمضان أن عوام الشيعة لا يفعلون هذا بحسب ما أعرفه فأنا إبن هذا الواقع وبحسب تجربة الطويلة في الجو الديني وبالممازجة والاختلاط مع عوام الشيعة ومن مختلف الطبقات عوام الشيعة من المتدينين لا يقومون بهذا الأمر أصلاً لا يخطر في بالهم أن يمد أحدهم يده على عورة صديقه أو قريبه كي يلعب بها هذا الأمر لا يفعله صدقوني عوام الشيعة عوام الشيعة ضحايا عوام الشيعة مساكيين لكن مشكلتهم مثل ما نقول في التعبير الشعب العراقي ناصحهم وفاضحهم واحد حينما ننصحهم لا يقبلون لا يقبلون لقد سلبت عقوله وسلبت إرادته ودمرت فطرتهم من قبل مراجع الضلال في النجف وكربلاء وحق الحسين عوام الشيعة الذين أعرفهم لا يفعلون هذا ولا يخطر في بالهم ولذا لن يسألوا هذا السؤال أتحدث عن المتدينين من عوام الشيعة أما غير المتدينين هل يوجهون أسئلة لمراجع الدين لا علاقة لهم بمراجع الدين هذا السؤال سؤال أسئلون أخندي من نفس العمائم من نفس العمائم العمائم هم الذين يفعلون هذا حينما أقول العمائم إنني أتحدث عن أصحابها عن أصحاب العمائم إذا أردتم أن تعرفوا خلفية هذا السؤال من أين ينطلق من أين يأتي أنا أقول لكم فأنا الخبير بهذا أنا أعرف الواقع الشيعي بتفاصيله هؤلاء الخوئيون السستانيون سائر المعممين يتخذون من يوم التاسع من ربيع الأول يوما للعبث مع أن مراجعهم لا يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول الخوئي لا يعتقد بهذا السستاني لا يعتقد بهذا بقية المراجع لا يعتقدون بهذا محمد باقر الصدر لا يعتقد بهذا هم يرفضون الرواية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والتي رواها عن أمير المؤمنين في أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول ويتمسكون بما رواه الطبر المؤرخ السني الناصبي المعروف الذي توفي سنة 310 للهجرة في كتابه تأريخ الأمم والملوك ذكر أن عمر بن الخطاب قتل في أواخر شهر ذي الحج ولذا فإن مراجع النجف وكربلاء يعتقدون أن عمر بن الخطاب قتل في آخر شهر ذي الحج مثل ما يقول الطبري وبقية المؤرخين من نواصب سقيفة بني ساعد ويرفضون ويرفضون ما جاء عن أمير المؤمنين برواية إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من أن عمر بن الخطاب قتل في التاسع من ربيع الأول أضرب لكم مثالا هذا هو الجزء التاسع من أهم كتاب من كتب الخوع التنقيح في شرح العروة الوثقة في الصفحة ثلاثمية أو واحد وثلاثين وهو يتحدث عن الأغسال وما يرتبط بغسل يوم التاسع من ربيع الأول فيقول على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يشير إلى مقتل عمر على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم يعني في اليوم التاسع من ربيع الأول وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحج فليلاحظ وإن كان معروفا عند العوام من أين جاءت المعلومة للعوام من الرواية الطويلة المفصلة عن إمامنا الهادي والتي رواها عن أمير المؤمنين حيث حدث أمير المؤمنين حذيفة بن اليمان عن فضائل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول من كل سنة من جملة ما ذكره من خصائص هذا اليوم أن عمر بن الخطاب قتل في هذا اليوم في اليوم التاسع من ربيع الأول ومن هنا فإن العوام من الشيعة يعتقدون بهذا أما المراجع فهم لا يعبؤون بما تقوله العترة وإنما يتمسكون بما أثبته الطبري الناصبي وغيره في كتب التاريخ وهذا مثال واضح أنا أقرأ عليكم من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة للخوع وهذا الجزء التاسع صفحة 331 على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام إلا أن التاريخ أثبت وقوعه أثبت وقوع مقتل عمر في السادس والعشرين من ذا الحج فهم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في التاسع من ربيع الأول لكنهم لأنهم سفلة أو سرسرية أو هتلية أو ساقطين يعقدون الاحتفالات ويفعلون فيها ما يفعلون على سبيل المثال هناك حي خاص بالخوئيين والسيستانيين في مدينة قم يعرف بمدينة العلم بني أيام الخوئي بناء حديثا وأعطيت تلك البيوت للخوئيين وبعد ذلك حينما جاء السيستاني وكان على وفاق مع أولاد الخوئي أعطيت أيضا للسيستانيين في التاسع من ربيع الأول في كل سنة يقيمون الاحتفالات فرحا بمقتل عمر والسيستاني لا يعتقد بأن عمر قد قتل في التاسع من ربيع الأول وكذلك الخوئي وكذلك المراجع الذين سبقوا الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر وكذلك بقية المراجع الموجودين الآن لا يعتقدون في أن عمر قد قتل في اليوم التاسع من ربيع للأول لماذا؟ لأن الرواية عن الإمام الهادي ضعيفة السنة ويشكلون على متنها أيضا بينما يأخذون كلام الطبري من دون سند ومن دون أن يبحثوا في السند يأخذونه أخذ المسلمات هذا هو الذي أقوله لكم من أنكم لستم على دين العطرة ما عندكم من فقه من فتاوى من عقائد ما هي من دين العطرة هؤلاء أخذوا دينهم من نواصب سقيفة بني ساعدة لكنهم موهوا على دينهم الناصب بشيء من ثقافة العطرة الطاهرة وأخذوا الأمور السطحية التي تتفق مع الذي يقبله نواصب سقيفة بني ساعدة هذه الحكاية لطالما أكررها عليكم هذه هي الحقيقة من الآخر فهؤلاء في احتفالاتهم هذه كبار المعممين هم لا يعتقدون بأن عمر قد قتل في هذا اليوم لكنهم يريدون أن يفعلوا مفاسدهم عوام الشيعة تقبل ذلك فيعقدون مجالس خاصة في مدينة العلم لأصحاب العمائم من الخوئيين والسيستانيين ومن في أجوائهم يجعلون مكانا خاصا للنساء ومكانا خاصا للرجال والنساء مثل ما تقول الفتوى والرجال مثل ما تقول الفتوى يلعب بعضهم بأعضاء البعض الآخر هذا الكلام ما هو افتراء صدقوني في أحد السنوات التي كنت فيها في مدينة قم جاءني في صبيحة اليوم الذي تلا يوم احتفالهم هل أقاموه في التاسع من ربيع الأول بعده بيوم قبله بيوم لا أتذكر لكنهم أقاموا احتفالا بهذه المناسبة هذا الشخص لا زال حيا وبإمكاني أن أتصل به وأن أطلب منه شهادة تسجيلا صوتيا وإن كنت لا أريد أن أحرجه كان موجودا في ذلك الاحتفال جاءت هدية جاءت هدية من المكان الذي تحتفل فيه النساء لم يكن المكان ملاصقا مكان النساء كان منفصلا لكن النساء بعثنا بهدية ما هي هذه الهدية لمحفل الرجال كيكة كبيرة صنعت على هيئة فرج امرأة على هيئة الفرج وهم أيضا بعثوا بهدية إلى محفل النساء بعثوا بكيكة كبيرة على هيئة ذكر ذكر رجل وخصيتين أنا لم أكن موجودا هناك لكن من كان موجودا هناك هو الذي حدثني بهذا الحديث وأنا أثق بحديثه لو لم أكن واثقا من حديثه لما نقلته في هذا البث المباشر وفي شهر رمضان في مثل هذه الأجواء تتم هذه الأمور ولذا فإن السؤال قد صيغ بصياغ بصياغة آخندية هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر من وراء الثياب ومن المرأة لعورة أخرى هذه صياغ آخندية لم يقل السؤال لعورة إمرأة أخرى لو كان كاتب السؤال من عوام الشيعة لكتب هكذا ومن المرأة لعورة إمرأة أخرى ولكن السؤال جاء مكتوبا بهذه الصيغة ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة الخوئ هكذا أجاب لا يحرم في الفرط والله العالم بحسب ما فرض في السؤال فليس هناك من حرمة بالله عليكم هذا هو دين العترة هل كان الأئمة يفعلون ذلك هل كان أصحاب الأئمة يفعلون ذلك دين العترة من أين نأخذه من أئمتنا عبر رواة الحديث هل كان رواة الحديث يفعلون هذا أم أن الأئمة كانوا يفعلون هذا من أين جئتم بهذا الدين وأئمتنا يقولون لنا ما من شيء من أحكام الدين من شؤون الدين إلا وهو في الكتاب والسنة في حديث النبي والعترة الطاهرة في سنتهم الشريفة ما من شيء إلا وهو موجود في الكتاب والسنة أين هذا من الكتاب أو من السنة مناعي الوالدية نأتي بالروايات تنكرونها ثم تأتوننا بهذه القذارة وتجعلونها دينا والخوئ يضيف هذه العبارة والله العالم أي علم هذا من أفتى بغير علم بغير علم من الكتاب أو من العترة أكبه الله على من خري في نار جهنم وهذا مصداق من مصادق الفتية بغير علم السستاني يؤيد هذا لأنه أقر مقلدي الخوئ على العمل بكل فتاوى الخوئ مرز أجواد التبريز مرجع خوئي آخر أيضا يعلق مجيبا على هذا السؤال لأن هذا الكتاب صراط النجاة يشتمل على إجابات الخوئي وإجابات ميرز جواد التبريزي الذي قالوا عنه بعد وفاة الخوئي بأنه هو الأعلى هسا احنا ما ندري ياهو الأعلى محمد الروحاني الأعلى علي الغروي اجواد التبريزي السستاني البطيخ القنادر ما ندري ياهو الأعلى ياهو اللي يجي وقالوا هذا هو الأعلى وهم واحد أضرط من الثاني التبريزي أيضا يجيب على السؤال يا بي التبريزي هل يجوز لمس العورات التبريزي هكذا يقول يحرموا مع الشهوة والتلذذ بس إذا ماكو شهوة ما بيجي يحرموا مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة إذا يظهر أن اللعب بعورة الرجل يسبب مهانة له يكون محرما بس إذا هو راضي القاضي راضي وين أكو مهانة هم راضين واحد يلعبوا بغراضه الثاني والنسوان هم راضية وحدة تلعبوا بغراضه الثانية تلاحظون أن الفتوى عن الرجال والنساء بالضبط مثل ما حدثتكم عن الذي يجري في مدينة العلم وفي غيرها مدينة العلم هذه مدينة الخوئيين والسيستانيين مدينة العلم ادخر علم من كل مكان من كل صفحة من فوق ومن جو وهذا هو العلم هذا هو العلم واحد يلعب بغراضه الثاني هذا شذوذ جنسي أو لا المستوى الثاني الشذوذ الجنسي في المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا قلت لكم اتفلوا بوجهي اذا ما اجيب لكم الوثائق ومن كتبهم لازال الحديث طويلا طويلا والله لأفضح المذهب الطوسي فضيحة مجلجلة فيما بين الشيعة والسنة فانا على علم الكثيرون من السنة يتابعون برنامج هذا لأفضح المذهب الطوسي في هذه الحلقات فضيحة مجلجلة وما هذا الذي اتحدث عن الا شيء بسيط بالقياس الى الفضائح القادمة هذا لا يعد بشيء الذي اتحدث عنه الان لا اتحدث عن الشذوذ الجنسي انما اتحدث عن تفاصيل الشذوذ الجنسي وما بعده وما بعده سيجعلكم تنظرون الى الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي لا قيمة له القبائح في المذهب الطوسي عظيمة واني لأفضح المذهب في هذا البرنامج ما بين الشيعة والسنة ما بين المسيحيين وغيرهم لعل بعضا من الديخيين يلتفتون الى الحال الذي هم عليه نذهب الى فاصل اتعلمون ان جانبا من المزاح فيما بين طلاب الحوزة في النجف وكربلاء في مدارسهم الدينية التي يعيشون فيها ويبيتون فيها بمثابة الأقسام الداخلية في الجامعات والكليات اتعلمون ان جانبا من المزاح هو هذا قلت لكم قبل قليل عوام الشيعة لا يفعلون هذا ولا يسألون عن هذا لكن هذا يجري في المزاح فيما بين المعممين من طلاب الحوزة في النجف في المدارس الدينية لا اقول هذا الامر افتراضا ولا تحليلا انا جزء من هذا الواقع واعرف هذه التفاصيل بدقة ونحن في شهر رمضان انا لا اكذب عليكم هنا انا انقل لكم الحقائق الدقيقة لو لم تكن هذه المطالب حقائق دقيقة لما تفوهت بها ما حاجتي اليها لست محتاجا لها لا انتفع منها شيئا بالعكس هذه ستجر علي الويلات حينما افضح هؤلاء السفلة سيسعون بكل ما اوتوا لاذائي انني لا انتفع شيئا من هذا انما اريدكم ان تعرف الواقع وكيف ضحك على اجيالنا السابقة وعلى اسلافنا الماضية المذهب الطوسي عمره الف عام منذ سنة اربعمية وثمانية واربعين وحينما ستكتمل الالف عام سيقيمون الاحتفالات بمناسبة مرور الف عام على تأسيس حوزة السفاهة والسقوط الاخلاقي اتحدث عن حوزة النجف ولو لم تكن كذلك لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الاولى في العراق لماذا يا ايها العراقيون ويا ايها الشيعة بشكل خاص لماذا لا تسألون انفسكم هذا السؤال لماذا صارت مدينة النجف مدينة اللواط الاولى في العراق لماذا